في إطار اختيار مملكة البحرين ضمن 25 دولة من دول العالم والأولى خليجيا لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وطيرة وقف السمنة تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة والنهج الذي سيتم اتباعه لتحقيق ذلك بالتنسيق مع مثلين من منظمة الصحة العالمية بمستوياتها الثلاثة وقد ترأست الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة فريق مملكة البحرين وألقت كلمة مختصرة عربت فيها عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 دولة من دول العالم لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وطيرة وقف السمنة الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة مملكة البحرين لتعزيز صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الاستراتيجيات والخطة التي تبعتها المملكة للقضاء على السمنة والتشريعات والقوانين التي صدرت لدعم تطبيقها أتبع ذلك استعراض من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية تطرق خلاله إلى الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق خطة تسريع وطيرة وقف السمنة في مملكة البحرين والمدة الزمنية المؤمن استكمالها فيها